إلياس والناس ابن بلدية المحمل بخنشلة مسؤول على صيانة الأجهزة الطبية بمؤسسة استشفائية عمومية مكنته قدراته الفكرية من ابتكار عدة أجهزة طبية مع إضافة تقنيات عالية لها وبنتائج طبية بموافقة الأطباء والبيولوجيين أجهزة طبية بنفس المواصفات والمعايير الطبية يعني ماذا بين الأجهزة الطبية هذه تكون من صنع جزائري ما هيش من صنع دولة أجنبية من بكرة الدراسة تأتي كانت إلكترو تقني ومن بعد زدت دمجت في الإلكترونيات يعطونا طموحات وجملونا في هذا الموقع هذا مدير مؤسسة وفرنا كل الإمكانيات وبدأنا ننطلقه والحمد لله جابت نتيجة إلياس رفقة هؤلاء الطلب المتربسين استطاعوا ابتكار أجهزة طبية تعود بالفائدة على مؤسسات استشفائية بالإضافة إلى سيانة كل الأجهزة الطبية المعطلة بأقل ثمنة تربس الطبيقي يعني بالشكر للسيد مدير صحة والسكن الولايات خنشلة سيد مرجان الزهر مع مدير المؤسسة العموية السيد بلقاس مبوزيان اقترحوا أنه تربس الطبيقي يكون هنا في المؤسسة وإن شاء الله إن شاء الله للدولة تشوف هذا المنبر لهذا الطلبة تشوف بالجزائر قادر تقدم وقدر تصنعها وطنياً متستوردش نهيين ورح نحيو المعاناة أنه استيراد الأجهزة الطبية وبثمن باهظة ومنها يعني قادر ثمن متى جهاز واحد من جيبهم الدولة الأوروبية نخدم بها 20 جهاز هنا وطنياً اليوم اللي هنا رفقة الأستاذ إلياس ومجموعة من المطارب بيسين قمنا بيت صغير نموذج وفق المقيس أو لنورم العالمية قمنا نحن مطارب بصناعة الوطني الشهيد عمراني الهادي بصناعة أجهزة أو بالأحرى نماذج عن أجهزة متوفرة في المستشفيات الوطنية وذلك بوسائل جد بسيطة وإمكانيات تقريباً نمكن أن نقول عليها لا شيء هكذا هم شباب الجزائر يفجرون طاقاتهم ومواهبهم في وقت الأزمات وإلياس واحد منهم فصدق من قال المحنة تلد الهمة